العدوان الإسرائيلي الجديد يعيد التأكيد على دعم تل أبيب للإرهابيين فيما يمثل رد الجيش العربي السوري الحازم رسالة واضحة عنوانها الإصرار على دحر الإرهاب وداعمه العدوان الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على اتجاه محور تادمور تزامن وفق متابعين مع الانهيار المتواصل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة يعني العدو الإسرائيلي كما هو معروف في كل هذه الاتداءات يحاول تقديم مزيد من الدعم للتنظيمات الإرهابية أدواته في المنطقة وبالتالي تقصد الهجوم على موقع عسكري في محور تادمور حيث يواجه الجيش العربي السوري عصابات داعش إرهابية هذا يؤكد من جديد أن العدو الإسرائيلي أراد الدخول على خط المعركة التي يخوضها الجيش العربي السوري في محاولة للتأثير على مجريات وتطورات هذه المعركة لكن يعني كما هو واضح مثل هذا العدوان لا يمنع الجيش العربي السوري من مواصلة ملاحقة فلول داعش في المنطقة وهناك إنجازات جديدة حققها الجيش العربي السوري في الأيام القيام الماضية وصائد الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري كانت جاهزة للرد على ذلك العدوان ودحره بكفاءة عالية يعني كما هو واضح حقيقة سرعة الرد ونوعية الصواريخ التي استخدمت هذه أول مرة حسب القراءة الإسرائيلية أول مرة يستخدم في هذا النوع المتطور جدا من الصواريخ يعني وضع العدو الإسرائيلي في موقع ضعيف جدا وهناك تحذيرات في الجانب الإسرائيلي من قبل معلقين ومحذين عسكريين من مغبة الإنجرار إلى مواجهة غير مضمونة النتائج وبالتالي أن تفلت الأوضاع عن السيطرة ويجر الكيال الإسرائيلي إلى مواجهة شاملة ستكون المنطقة الشمالية والعمق الإسرائيلي بكامله في مرمى الصواريخ السورية وصواريخ المقاومة اللبنانية على مدار سنوات الأزمة بقيت ثقة السوريين بحماة الديار في محلها وهم اليوم أكثروا قناعة بقرب تحقيق الانتصار على الإرهاب وداعميها ما شاء الله ست سنين والبلد أحسن من أي بلد تاني بعدها بكل شيء الجيش العربي السوري عم يحاول على عدة محاور عم يحارب على عدة محاور لحنا ساقتنا فيه كتبيرة يعني لو جيش العربي السوري ما كنا وصلنا لهون دائما عنا سيئة بالجيش السوري أنه لحنا إن شاء الله بإذن الله لحنا نهزم الأشرار لحنا نهزم الجيش الإسرائيلي ولحنا ترجع الأرض السورية المختصبة بعد زمن حتى لو شو ما صار لح ترجع بإذن الله لح ترجع بلدنا بخير وسلامة إذن ما ساوي مؤامرات سعودية وقطر لح ترجع إن شاء الله بلدنا مثل ما كانت وأحسن أنا نفسي ضابط وجندي بساعده على المهام تبعاته بوقف معه بابتسامي حلوة بنحنيله برأسي بجسدي لأله اليوم عم يدافع عني عم يدافع عن أطفالي إذن العدوان يواجه بإرادة الجيش العربي السوري وإصراره على الدفاع عن أرض الوطن اعتداء إسرائيلي جاء الرد عليه حاسما بأياد رجال أقسم على حماية الوطن وصدق اعتداء يستهدف سوريا ليثبتوا دائما وأبدا أنهم جديرون بهذه المهمة السامية للإخبارية السورية من دماشق علاء أبو خضر